ثاني أقوى أعاصير الأطلسي المسجلة دوريان يشتد ويبلغ الفئة الخامسة الإعصار الذي لم يخلف إلا الدمار ضرب جزر الباهاما حيث هدد حياة 73 ألف شخص وتوعد 21 ألف منزل بالدمار ويقترب أكثر من الولايات المتحدة حيث أصدرت القوات الأمنية فيما لا يقل عن سبع مقاطعات في فلوريدا أوامر بالإخلاء لبعض السكان في المناطق الساحلية والمنخفضة بينما تتأهب ولايات جورجيا ونورث كارولينا وساوس كارولينا لاستقبال رياح عاتية وأنطار غزيرة السلطات طالبت السكان بتخزين المواد اللازمة والاستعداد لحالة الطوارئ فيما أجرت اختبار البنية التحتية وتدريبات على مواجهة الإعصار المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أعلن أن دوريان وصل إلى اليابسة في إلبوكاي بجزر أباكو كإعصار من الفئة الخامسة مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 295 كيلو مترا في الساعة وزوابع تجاوزت سرعتها 354 كيلو مترا في الساعة كما وصل الإعصار إلى جزيرة أباكو الكبرى قرب مارش هاربر ترجمة نانسي قنقر